أستاذ جعفر الحديث عن الكثير من الاعترافات التي يدلي بها المقربون من الرئيس ترامب والتي تكشف عن الكثير من سلبيات سياساته بعين الصحفي الذي يعيش في أوروبا كيف ترى هذه الاعترافات؟ نحن بين ترامب وبوب وودورد الصحفي المخضرم الذي كشف فضيحة ووترغيت والتي أدت إلى استقالة رئيس الأمريكي نيكسون بين وودورد وترامب من يصدق المشاهد أو القارئ؟ بالتأكيد وودورد لأنه له تاريخ عريق في المصداقية في التغطية الصحفية بينما ترامب من المعروف أنه خلال هذه السنتين الماضيتين كان يتخبط في تصريحاته المتناقضة والكثير من التسريبات التي صدرت عن مساعدة في البيت الأبيض ثبت صحتها اتهام وزير الخارجية السابق ريك تيلرسون للرئيس الأمريكي كانت للمرة الأولى اتهمه بأنه أحمق رغم نفي ترامب ذلك لاحقا وتيلرسون لم ينفي ذلك لكن الآن في هذا الكتاب بوب وودورد ينقل عن وزير الدفاع ماتيس بأن ترامب أحمق بسبب قراره لوزير الدفاع باختيال الرئيس السوري ما نصدق في هذه الحالة يعني الذي له تاريخ طويل من المصداقية كبوب وودورد أم الرئيس الأمريكي الذي يتخبط بتصريحاته كل يوم ترجمة نانسي قنقر